نتحول بالرادار إلى جبهة لبنان حيث أفدت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ضعف عدد الطائرات من دون طيار في الأجواء اللبنانية للكشف عن أي محاولات لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وأشارت المصادر إلى أن تحركات الجيش الإسرائيلي هذه تأتي ضمن الاستعداد لرد منتظر من حزب الله على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل نحو أسبوع دارين الحلوي في مرجعيون تلخص لنا أبرز أحداث اليوم فيما يتعلق بهذا التصعيد من الجنوب اللبناني تفضلي دارين في آخر التطورات فضيلة أفيد بأن شخصا قد أصيب والتقارير الأولية تتحدث عن أنه قتل ليست فقط إصابة لكن بانتظار تأكيدات المصادر الطبية جراء استهداف درجته النارية في بلدة الطيبة الحدودية جنوب لبنان إذن هذه هي العملية الأولى اليوم لإسرائيل بعد ساعة من الهدوء هذا الهدوء خرقته ست عمليات لحزب الله آخرها كان باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة المحتلة وقبلها كان هناك استهدافات عدة لتجمعات لجنود إسرائيليين بينها في ميتات وأيضا استهداف لموقع الراهب موقع المرج استهدافات عديدة لكن جميع هذه الاستهدافات بقيت ضمن العمليات الروتينية اليومية ليس هناك من تصعيد وإنما لدعم وإصناد غزة كما يعني تفيد بيانات حزب الله عندما يتحدث عن هذا النوع من العمليات لكن هذا الاغتيال الذي حصل قبل قليل وبانتظار معرفة هوية الشخص المستهدف لا شك أنه سوف يستدعي ردا من حزب الله على قاعدة بأن الحزب بات يستهدف أو يرد على أي استهداف أكان للبلدات الجنوبية أو حتى لعناصر من حزب الله أو حتى للمدنيين ورأينا بالأمس كيف رد على استهداف صيدة بعملية جوية هجوم جوي من خلال مسيرات انقضاضية وصلت إلى عمق 40 كيلومتر دوت صفيرات الإنذار في تلك المناطق الإسرائيلية لكنه استهدف قاعدة تبعد نحو 18 كيلومتر عن الخط الأزرق هي قاعدة عسكرية استهدفها حزب الله للمرة الأولى في محاولة منه لاستعادة توازن الردع ومنع إسرائيل من مواصلة استهداف المزيد من البلدات التي تعتبر آمنة نسبيا وبعيدة عن مصرح العمليات العسكرية المستمر منذ عشرة أشهر شكرا لك دارين الحلوة